متكلف ولا يمثل عقود مرت على تأسيس حزب الدعوة سالت فيها دماء كثيرة وتسببت سياساته بكوارث عصفت بالعراق وها هو اليوم يعاني تشضيا واضحا بعد سلسلة الانقسامات السابقة التي كان العامل المشترك فيها صراع على السلطة ومغانمها التي تشبث بها الحزب سنوات طويلة كانت الأشد سوادا في تاريخ العراق الحديث تأسس حزب الدعوة عام 1957 على وفق الرواية الرسمية للحزب وخاض بعد ذلك العديد من المعارك في سبيل تحقيق أهدافه المصلحية كانت أعنفها في ثمانينيات القرن الماضي يومها وقف الحزب بدوافع طائفية صريحة إلى جانب العدوان الإيراني على العراق في حرب الثماني سنوات ونفذ العديد من العمليات الإرهابية في العراق والكويت ولبنان قبل أن يصل إلى السلطة بعد أن مهد له الاحتلال الأمريكي ذلك بغزوه للعراق عام 2003 وحيأت له إيران كل إمكاناتها للهيمنة على مقدرات البلد الذي صار نهبا للحزب وشركائه في العملية السياسية لم يستطع الحزب أن يفي ولو بجزء من شعاراته التي سرعان منكشفت سلوكا عدوانيا جر البلاد إلى أتون حرب طائفية وأعاد البلد عقودا إلى الوراء بعد أن نهب ثرواته وسخرها لخدمة المشروع الإيراني بل إنه داس على قاعدته الشعبية التي ذاقت ولا زالت الأمرين من سياسات الحزب الذي تصدر المشهد السلطوي في العراق منذ الاحتلال وهو اليوم يحاول أن يلملم أطرافه المبعثرة ويرتقى الانشقاقات التي تتكرر بين الفينة والأخرى عبر مؤتمره السابع عشر الذي اتتح في كربلاء بحضور أكثر من 350 من أعضائه في محاولة للإصلاح عدها مراقبون مهمة مستحيلة بسبب صراع عقادة الحزب على المناصب والمكاسب المؤتمر الذي تأخر عقاده ست سنوات بسبب الخلافات التي تضرب أركان الحزب سبقته كلمة لزعيمه نور المالكي عراب الخراب وعنوان السلطة الفاسدة والذي تمسك كعادته بنبرته الطائفية البغيضة حين ادعان حزب الدعوة تسلم الحكم ولا أحد يستطيع الخروج من بغداد ليذهب إلى كربلاء مختزلا كل المآسي التي حلت بالعراق ومتجاوزا كل الكوارث والدماء التي سالت بسبب سياساته وسياسات حزبه الذي ما زال يمثل تهديدا وجوديا للعراق وطنا وشعبا